بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنتكلم عن كورس الفاونديشنز انجينيرينج ون والخاص بكلية الهندسة جمعة الملك خالد في قسم الهندسة المدنية المستوى الثامن معاكم دكتور محمود حسين إن شاء الله هنكمل مع بعض الكورس إن شاء الله إذا كان في العمر بقية شابتر 1 في الكورس بتاعنا اللي هو الانترودكشن مقدمة عن الكورس أول جزء في اللي كان نفيه دلوقتي اللي هو بارت 1 بعض التعريف أول حاجة عايزين نعرف يعني كلمة فاونديشن أو الأساس فاونديشن is a structural member that responsible for transferring the structure from a building اللي هو السوبر structure safely into the ground يعني إيه الكلام دو؟ إحنا درسنا في الخرصانة الخرصانة واحد أو reinforced concrete one design of الممبر اللي فوق الأرض درسنا slabs ودرسنا beams ودرسنا column وقلنا إن في رحلة للأحمال بتمشي من gravity load اللي هي الأحمال اللي جاية من فوق لتحت بتروح للإسلاب فما باجا صمم الإسلاب ديت بنعرف إيه اللي عليها إن كانت dead load أو live load وبعدين أجيب المومنت وأصمم البلاط بعد كده عشان أصمم الكاميرا لازم أعرف إيه الأحمال اللي جاية عليها إيه الأحمال اللي جاية لها الكاميرا لازم الكاميرا طبعا مبدئيا تكون تقدر تشيل نفسها وبعدين تشيل الأحمال من البلاط إن كانت one way أو two way أو holoblock أو flat slab أو خلافه طيب الbeams ديت بتدي أحمالها المين في الآخر بتديه للcolumn يبقى القلم لما أجي أصممه بصممه على إيه إنه هو يقدر يشيل نفسه وبعدين يشيل رد فعل الbeams اللي جاية عليه طيب الcolumn ديت ما تعتبرش بصات سحري طاير في الهوى ده لازم يدي أحماله لمنبر آخر المنبر اللي إحنا بصدده هو الفوتينج يبقى الفوتينج ديت هي المنبر اللي هياخد الأحمال بتاعت الجزء اللي فوق ده كله اللي إحنا بنسميه super structure وفي الآخر تدي المين تدي ليه الصايل بحيث إن ما يحصلش انهيار ولا للطربة ولا للأساس يعني إيه ببساطة أدي مبنى كاملة هوت المبنى بيتكون من إيه بيتكون من أول جزء اللي وفوقه الأرض ده بيسموه super structure ده الجزء بتاع الخرصانة اللي هما بيصمموه طيب الأحمال بتاعته بتروح لمين بتروح هنا لحاجة اسمها sub structure ممكن يكون موجود وما يكونش موجود اللي هي مثلا ممكن يكون فيه بضروم أو جرشات تحت الأرض ده اسمه sub structure وده مش موضوعنا برضا لكن أنا في الآخر sub structure والsuper structure دول كلهم هيروحوا المين للأساسات أو foundation foundation دي تاخد الأحمال بتاعت super structure والsub structure ديت وتديها المين للسويل بأمان يبقى أنا قدر تصمم foundation آمن طالما نقلت الأحمال وما فيش أي مشاكل فيها يعني ملخص الموضوع أن أنت عندك ده مستوى الأرض وده super structure يدي أحماله المين للfoundation والfoundation دي تدي أحمالها المين في الآخر للfoundation soil أو للطربة بتاعنا طبعا design of footing تصميم الأساس دوت الفوندation ديت give us proper factor of safety against shear failure and excessive settlement يعني إيه يعني أنا لما يجأ صمم الأساس دوت لما يجأ تكلم على الصويل هو بيدي أحمال للصويل أنا مش عايز للصويل ديت يحصل لها حاكتين ولا يحصل لها shear failure يعني ما يحصل لها انهيار بالقص ولا يحصل لها هبوط زيادة يؤدي يؤدي إلى انهيار المبنى بتاعه وده اللي هنتعرض فيه في الأجزاء القادمة إن شاء الله شكرا ترجمة نانسي قنقر